في برنامج ما يسطرون لهذا الأسبوع قراءة في كتاب تبغ وزيتون حكايات وصور من زمن المقاومة للكاتب والباحث الفلسطيني معين الطاهر معين الطاهر كاتب وباحث فلسطيني من مواليد نابلس في عام 1952 درس الاقتصاد والفلسفة والعلوم العسكرية وساهم في تأسيس الكتيبة الطلابية في حركة فتح وأصبح قائداً لها عضو سابق في المجلس الثوري لحركة فتح والمجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية سيرة ذاتية حكائية ترسل محطات من زمن المقاومة يروي من خلالها سيرة جماعية مكتملة بشخوصها وحوادثها وأطوار نموها ومناخات ازدهارها وحيثيات تراجعها أنا معين الطاهر ولدت في نابلس عام 1952 ودرست الاقتصاد والفلسفة والعلوم العسكرية وسهمت في تأسيس الكتيبة الطلابية في حركة فتح وكنت قائداً للقوات المشتركة الفلسطينية اللبنانية في قاطع بنت جبيل مارون الراس عام 1978 كما كنت قائداً للقوات المشتركة أيضاً في قاطع النبطية قلعة الشقيف في اجتياح عام 1982 كنت عضواً في المجلس الثوري لحركة فتح وفي المجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية وفي المجلس الوطن الفلسطيني وأعمل حالياً باحثاً ومنسقاً لمشروع بحث وتوثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وسأتحدث اليوم عن كتابي تبغ وزيتون حكايات وصور من زمن مقاوم وهو كتاب يرسم لوحة تجمع ما بين شتلات تبغ في الجنوب اللبناني وجذور زيتونة عتيقة في فلسطين ويضم حكايات وصور من زمن مقاوم هو ليس سيرة ذاتية مغلقة على نفسها بل إضاءة على سيرة جماعية متكاملة بشخوصها ودواخلها أطوار وأطوار نموها مناخات ازدهارها وحيثيات تراجعها إضاءة لا تخلو من هم الأسئلة المتولدة عند كل مفصل ولا من ألم الإجابات التي ظل بعضها عالقاً حتى الآن هو مرآل حقيقة الأفكار والممارسات التي تجاذبت أصحابها وشهودها في ضم الحوادث في المشهد النضالي وقبل كل شيء هو توثيق لما قدمه رواد تجربة نضالية وطنية كان لها دور مميز في الثورة الفلسطينية المعاصرة إنه قصة الكتيبة الطلابية وبداية أحب أن أنبه المشاهد الكريم إلى أن هذه التجربة لم تكن معزولة عن كل ما حولها بل كانت جزءاً مهماً ومتواضعاً فيه إذ أن عظم دورها يرجع إلى أنها كانت بمنزلة الحصوى التي تسند الخابية وكان جهدها جزءاً مساعداً ومكملاً لجهد المناضلين الآخرين ولذا ينبغي الحذر من المبالغة في دورها أو تحميلها ما لا تحتمل إن سلباً أو إيجاباً أو عدها محوراً وحيداً للأحداث تبغى زيتون حكايات وصور من زمن مقاوم يضم أوراق شخصية وذاكرة جمعية ولدت في نابلس عام 1952 وفي عام 1967 شاهدت الدبابات الإسرائيلية وهي تدخل المدينة قادمة من الشرق ظننها في البداية أنها دبابات عراقية وعندما اقتربت مع مجموعة من الأشخاص لنقترب من هذه الدبابات مرحبين بقدومها اختلط علينا الأمر وجدنا أن لكنة منهم على هذه الدبابات لكنة غريبة فصاح بعضنا لعلها دبابات جزائرية وفجأة جاء رجل عجوز هرم يحمل بندقية كندية كان قد وزعها الجيش الأردني في صباح ذلك اليوم جاء مسرعاً ليرحب معنا بهذه الدبابات التي ظنناها عربية ما أن شاهد الجنود هذا الرجل الذي يحمل بندقية حتى أطلقوا النار عليه وخرى وخرى صريعاً هنا اكتشفنا أي نكبة حلت بنا واكتشفنا هولى المأساة وحدثت نكسة حزيران 1967 قبل ذلك درست في مصر حيث كان إخوتي الأكبر مني يدرسون في جامعاتها وفي المدارس المصرية تعلمت الأناشيد مثل وطن حبيبي الوطن الأكبر يوم عن يوم أمجاده بتكبر ودع الأرض فأرضي صاعقة ودع سمائي فسمائي حارقة وهكذا وإحنا بنينا ودحنا حنبني السد العالي وتشغبت الروح الوطنية في تلك الفترة وبعد ذلك انتقلت إلى الكويت قبل أن أعود مع عائلتي إلى نابلس في عام 1966 حيث شاركت في التظاهرات التي اندلعت أثر الاعتداءات الإسرائيلية على قرية السموع بالقرب من الخليل بعد حرب 1967 بدأت مرحلة جديدة في حياتي انتميت إلى حركة فتح وفي معركة الكرامة ذهبت وكنت طالبا في الثانوية مع مجموعة من رفاقي لنحاول أن نشارك في هذه المعركة ونحن نحمل معنا بضعة رشاشات من طراز كارلو ستاف وفي الطريق ذهبنا إلى أحد القواعد الفدائية وأخذنا ذخائر من الجيش العربي الأردني الذي قال لنا لا تستطيع الاقتراب من منطقة الكرامة وهكذا نمنت الكالليلة في منطقة وادي اليابس في الأغوار بعد ذلك وبعد عام 1971 حاولت الذهاب إلى القاهرة لدراسة الهندسة في الجامعة الأمريكية كان الرئيس جمال عبد الناصر قد مات وخلفه الرئيس أنور السادات كنت شابا في الثانية عشرة في الثامنة عشرة من عمري ولكنني فجأت في مطار القاهرة بأنني قد منعت من الدخول مع أنه كان لدي قبول من الجامعة الأمريكية في القاهرة وهكذا اضطررت إلى العودة وتغير مسار حياتي بالكامل عدت من القاهرة إلى دمشق ومن ثم إلى بيروت حيث درست في جماعاتها وأصبحت مسؤولا للتنظيم الطلابي وعضوا في المكتب الطلابي لحركة فتح في إقليم لبنان وهناك وفي أحداث أيار 1973 نشبت معارك مع الجيش اللبناني الذي حاول أن يسيطر على المخيمات وعلى منطقة جامعة بيروت العربية تصد له الطلبة من مختلف الجامعات اللبنانية وجاءنا الطلبة اللبنانيون من فئة اليسار اللبناني وتحولت منطقة الجامعة العربية إلى منطقة تدريب واستقطاب لهذا الجمهور الطلابي الحاشد وهكذا بدأت بوادر تأسيس السرية الطلابية في التشكل ومنذ ذلك اليوم وحتى اجتياح عام 1982 تولت تنظيم الطلابي لحركة فتح حراسة منطقة جامعة بيروت العربية من أي اعتداءات إسرائيلية في عام 1973 وفي تشرين أكتوبر نشبت حرب تشرين بعد هذه الحرب أخذت الثورة الفلسطينية مسارا آخر مختلفا إذ أقنع الرئيس أنور السادات قيادات حركة فتح بأن هناك مؤتمر قادم للسلام وبأن عليهم أن يشاركوا في هذا المؤتمر أو أن يأتي الملك حسين للمشاركة فيه وهكذا بدأ مسار الثورة الفلسطينية في الاتجاه التدريجي نحو ما عرف بالحل المرحلي في ذلك الوقت وفي نهاية عام 1973 عقدنا دورة تدريبية في معسكر مصياف في سوريا لطلاب وطالبات الجامعات اللبنانية وشارك بها بعض طلاب الجامعات من جامعات أخرى في العالم العربي وفي أوروبا جاء المحاضرون المختلفون كانت دورة ثقافية وعسكرية كان المطر شديدا وعلم ياسر عرفات بذلك وحضر إلى المعسكر ودار نقاش حامي الوطيس بينه وبين الطلبة أراد أن يقنعنا بأن الضفة الغربية وقطاع غزة سيندحر عنها الاحتلال قريبا في مؤتمر السلام وكان ردنا أن مسؤولية هذه المناطق التي احتلت في عام 1967 تقع على عاتق الدول العربية وأن حركة فتحها من نظمة التحرير عليها مسؤولية تحرير باقي الأراضي الفلسطينية إذا من سحب الاحتلال من هذه المناطق عندها يمكن التفاهم أو يمكن التحكم بمصير هذه الأراضي انزعج ياسر عرفات من هذا الرد وغادر المعسكر غاضبا مع ذلك كانت هناك الثورة الفلسطينية هناك حوار في غابة البنادق وكنا نطبق شعار الرئيس الصيني ماوتشي تونغ دعم أتزهرة تتفتح في داخل البستان الواحد كنا نهارا ننتقد البرنامج المرحلي وننتقد التوجه نحو المسيرة السلمية لكن القيادة الفلسطينية ليلا نجتمع معها وتنام في ظل حراسة بنادقنا ما هي إلا أعوام قليلة في عام 1975 حتى اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية وتفرق الطلاب اللبنانيون إلى مناطقهم والفلسطينيون إلى مخيماتهم أو المناطق التي يقتنون فيها وهكذا جرى نوع من الانتشار للتنظيم الطلابي في مختلف المناطق اللبنانية وشاركنا في مختلف المعارك التي كانت دائرة في مسيرة هذه الحرب سوء كان ذلك في مرتفعات صنين أو حتى في بحمدون في مواجهة الجيش السوري وذلك في دعوة لتصحيح اتجاه البنادق الفلسطينية السورية لتصبح باتجاه العدو الصهيوني في الحرب الأهلية اللبنانية بدأ يتشكل تيار عرف باسم تيار الكتيبة الطلابية وضم مجموعة من المثقفين والكوادر القيادية والقيادات العسكرية في وحدات أخرى كان لنا موقف من بعض الشعارات مثل عزل الكتائب أو تقسيم لبنان وكنا نعتقد أن على هذه الحرب الأهلية أن تنتهي وأن على قوات الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية أن تعود لمواجهة العدو الصهيوني في الجنوب اللبناني بالفعل مع أن أعلن عن وقف إطلاق النار على أثر مؤتمر الرياض في عام 1976 حتى جاءتنا تعليمات من الأخ خليل الوزير أبو جهاد بالتوجه إلى بنت جبين التي قد تلقت إنذارا من الرائد سعد حداد الذي كان قد بدأ بإقامة الشريط الحدودي في الجنوب اللبناني وهكذا توجهنا ومنعنا الشريط الحدودي من التقدم باتجاه بنت جبين والقرى اللبنانية الجنوبية الأخرى وتحولت السرية الطلابية من سرية من وحدات ميليشيا إلى كتيبة محترفة في داخل قوات العاصفة وبدأ أفرادها يتلقون دورات عسكرية كبيرة في الخارج طيلت تلك الفترة حافظنا على نوع من التمايز السياسي كان للكتيبة شكلت الكتيبة نموذجا خاصا في الحقيقة يتعلق بالمسلك الثوري بالالتزام بخط الشعب بخط الجماهير بعدم الاعتداء عليه وهذا أدى إلى مجموعة من الحوادث المتفرقة ضد كل أولئك الذين حاولوا أن يعبثوا بأمن الجمهور أو أن يعتدوا على ممتلكاته وأصبح لهذه الكتيبة وما زال حتى الآن سمعة جيدة في أوساط الجمهور اللبناني الجنوبي في اجتياح عام 1978 قبل الاجتياح ببضعة أيام حاول العدو الصهيوني ربط جنحي الشريط الحدودي فاحتل قرية مارون الراس وقمنا في ذات اليوم وفي الساعة الثانية عشر ظهرا بعادة احتلال مارون الراس التي تقع على تلة أعلى من بنت جبيل واعتبرت هذه المعركة من المعارك الهامة في مسيرة الثورة الفلسطينية والتي أدت فعليا إلى فشل الشريط الحدودي والاضطرار العدو الصهيوني ليقوم باجتياح لجنوب لبنان في معركة الأيام الثمانية في آذار 78 والتي جاءت أيضا نتيجة للعملية البطولية التي خاضتها الدلال المغربي والتي كانت إحدى عضوات الكتيبة الطلابية على الساحل الفلسطيني استمرت المعركة لمدة ثمانية أيام أويام وقال في وقتها وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان أنه في المواقع التي كانت تحتلها الكتيبة يعني واجه مقاومة شديدة ووقعت خسائر كبرى لكن الأهم أنه قال أنه وجد نشرات ووثائق تؤكد أن هذه الكتيبة تتمتع بمستوى تدريبي وثقافي مختلف عن بقية الوحدات التي كانت موجودة بعد ذلك ذهبنا إلى الكتيبة كانت أول من أطلق الرصاص في اشتياح 1978 وكانت آخر من أطلق الرصاص في قرية العباسية لتحافظ على جسر الليطاني وتمنع جسر القاسمية على نهر الليطاني وتمنع القوات الإسرائيلية من عزل مدينة صور عن الجنوب الليطاني بعد ذلك انتقلنا إلى الساحل ومن ثم في عام 1981 صدرت لنا التعليمات للذهاب إلى منطقة النبطية قلعة الشقيف التي هاجمها العدو الصهيوني وحللنا هناك مكان كتيبة بيت المقدس حيث بقينا في تلك المنطقة إلى حين أن حدث الاشتياح وشهدت هذه المنطقة المعركة البطولية في قلعة الشقيف التي عدتها المجلات العسكرية العالمية واحدة من أهم خمس معارك لقوات الكوماندوز منذ الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1982 وفي الكتاب ثمت تفاصيل كبيرة عن هذه العملية سواء كان ذلك عبر الرواية الصهيونية التي صدرت متأخرة أو عبر الرواية الفلسطينية الحقيقية التي حدثت وقد أصدر الصهيونة أفلاما واكتأب بيجين بعد ذلك بعد أن قام بزيارة إلى القلعة وشاهد أكوام الرصاص وسأل الجنود هل يستسلموا فأجابوه لم يستسلم أحدا ما أن غادر المكان بطائرة الهليوكابتر حتى كان هناك أحد الجرحى من الفدائيين يعني ما زال يمتلك بعض القوة أطلق بضع رصاصات قبل أن يستشهد بعد ذلك انتقلنا إلى الجنوب إلى منطقة البقاع حيث دشنت الكتيبة أولى العمليات خلف خطوط العدو في حزيران في 24 حزيران من عام 1982 وخلال تلك الفترة نفذنا أكثر من 60 عملية خلف الخطوط كان من بينها أهم العمليات النوعية مثل عملية باص علي أو عملية باص عرامون أو عملية أسر الجنود الصهاينة الثمانية التي نجم عنها فيما بعد عملية تبادل كبرى أسفرت عن إطلاق صراح آلاف المعتقلين وإغلاق معسكر أنصار بالكامل واجهت الكتيبة موقفا صعبا خلال الانشقاق الفلسطيني الذي دعمته سوريا وليبيا وما عرف بفتح الانتفاضة كانت وجهة نظرنا أن علينا أن نوجه كل الجهود نحو العدو الصهيوني وأن نحاول أن ننهي القتال بأسرع وقت ممكن لكن هذا لم يحدث بكل أسف واضطررنا لاحقا إلى الانسحاب بعد أن شاركنا في معركة الجبل إلى الانسحاب إلى طرابلس ومن ثم إلى الخروج وعاد بعد ذلك إخوتنا إلى لبنان لكي يدافع عن المخيمات الفلسطينية وسجل الشهيد علي أبو طوق والكتاب ينزخر بقصصه وحكاياته في حرب المخيمات إلى أن استشهد لاحقا في مخيم شاتيلة ما أحب أن أنوه له هنا هو أن هذه الكتيبة صنعت طيارا سياسيا مناهض لعملية التسوية ومع ذلك كانت تسير ضمن المسار القتالي حيث أن مسار التسوية أو مسار حركة فتح شهد مسارا متعرجا كانت تحاول أن تسعى قدر إمكانياتها نحو التسوية لكنها كانت تتلقى الضربات ويستشهد قادتها وتخوض المعارك الكبرى ومن هنا كان قرار نهو الاستمرار في هذا النضال الفلسطيني طالما هو في موقع المواجهة مع العدو الصهوني عندما جاءت اتفاقات أوسلو كان موقفي أنني رفضت هذه الاتفاقات تماما وأن كنت قد حفظت على صلة وثيقة مع الرئيس ياسر عرفت في الكتاب أيضا هناك تم التفاصيل كبرى عن الأحداث في لبنان تم التفاصيل كبرى عن هذا المسار المتعرج الذي خضته حركة فتح وعن النضال الضاري الذي قامت به المقاومة الفلسطينية وفي ذات الوقت هناك تقييم للمرحلة اللاحقة قد يسألني البعض ماذا سيكون موقفي فيما لو استمر يعني ماذا تبقى وماذا تغير أقول بوضوح كما أشرت في خاتمة هذا الكتاب أن ما زالت قناعاتي بشأن القضية الفلسطينية كما هي وما زلت مؤمنا باستحالتي أي حل مرحلي أو جزئي نظرا إلى طبيعة الكيان الصهوني كما أن إيماني بحتمية النصر وحتمية تفكيك الكيان الصهوني لم يتزعزع يوما وهو نابع من قناعتي بأن فلسطين قضية قومية وهي ملك للأمة العربية كلها ومن هنا ينبغي مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية في صورها الجديدة ولعل أخطرها محاولة العدو أن يكون طرفا فاعلا في محاور المنطقة وترويج شعار السلام الدافئ مع الدول العربية وترحيل الموضوع الفلسطيني ليكون بمنزلة منتج ثانوي لهذا السلام المزعوم وهو أمر يستدعي تضافر الجهد العربي للتصدي له لعل من شأنه أن يعيد القضية الفلسطينية إلى صورتها الأولى قضية عربية مركزية على مستوى الأفكار ما زلت أعد نفسي قوميا يساريا وما زلت مؤمنا بأن الإسلام طاقة ثورية كبرى وجزء من عقيدة الأمة وتراثها وتاريخها لكنني أصبحت على قناعة راسخة بضرورة التمييز ما بين النص المقدس وتأويل هذا النص أو تفسيره فالتأويل هو من صناعة البشر يخطئون ويصيبون ولا يجوز بأي حال أن تكتسب التفسيرات البشرية صفة القداسة وتمنع معارضتها أو الاحتجاج عليها ثم تسؤال يتكرر على لسان أولادي وأصدقائي ومعارفي مفاده إن كنت سأكرر التجربة نفسها لو سنحت لها الفرصة من جديد وإجاباتي المتكررة هي الإجابة المؤكدة نعم فأنا أعتز بكل هذا التاريخ بسلبياته قبل إيجابياته فمنها نتعلم ونتقدم ومنها نطور أفكارنا ونشكل معتقداتنا باستشهاد ياسر عرفات بدأت مرحلة جديدة مرحلة إعادة إنتاج أسلو ضمن معادلة جديدة تضع مقاليد الأمور في يد العدو ضمن سياسة التنسيق الأمني التي تهدف إلى الحفاظ على أمنه قبل كل شيء حاولت مع بعض رفاقي أن نفعل شيئا تداعينا لتأليف هيئة وطنية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية ضمت الهيئة في اجتماعاتها التأسيسية نخبة كريمة مثل الدكتور صلاح الدباغ والدكتور عزمي بشارة والدكتور أنيس القاسم وبلال الحسن ومحمد أبو ميزر ومونير شفيق وأحمد الدبش ونافذ أبو حسنة وعشرات غيرهم وعقد اجتماع تشاوري عربي في بيروت ضم أكثر من 400 شخصية عربية بالنظر إلى القضية الفلسطينية قضية عربية من أجل تأليف لجان للحفاظ على الثوابت الوطنية في كل قطر عربي لاحقا وقد المؤتمر الأول للهيئة في دمشق الذي انتخب هيئاتها القيادية لكن حوادث الربيع العربي وتحديدا الأزمة السورية سببت شرخا كبيرا في جسد الأمة ومزقت الحراكات القومية وأصبح الخلاف حول هذا الملف يهدد من قسام أي حراك عربي من أجل فلسطين فتراجعت الهيئة حتى تلاشت ماذا تبقى ماذا تغير هنا تأتي الفقرة السابقة بماذا تبقى وماذا تغير ومنكمل وشكرا لهذه المشاركة ولحسن إصغائكم وآمل أن يحوذ هذا الكتاب وكتاب سابق عن التجربة الطلابية أصدره الزملاء إلياس خوري وميشيل أبوناو ونوفل يغطي جوانب أخرى من هذا الموضوع على اهتمام الجمهور الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر